السلام عليكم لبنات بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم دونزي نوفل فيديو وفي الفيديو تاع اليوم حبيت نشارك معاكم وصفة مقروط الكوشة على هذا الشكل الشكل القلوب يعني يجي الشكل تاع المعمول وايضا جبت لكم الشكل اخر يعني مقروط بخيستيج هذا يا انتاع الوردة يجي هاي اليوم يعني في هذه الفيديو احنا تقوم كامل الاسرار كيفاش ينجح معاكم وما يتحلكمش في الكوشة وما يخسرش الشكل انتاعه يعني طريقة جديدة في صنع المقروط اول حاجة عندي 250 جرام تاع المارغارين ذوبتها على النار يعني متغلي وهاش متسخنة وهاش بزاف عندي ايضا نفس الكيلة اللي هي لبوتة على مارغارين رح نعبر بها كيلة انتاع ماء الزهر اللي كان مثل لاجا يعني تستعملوه مثل لاجا وهو بارد لبنت يعني هنا يا رح نضيفه على هذيك المارغارين اللي كانت اسخونة الثاني هو الزيت الزيت ايضا نعبروها كيلة انتاع الزيت يعني تقدروا ديروا كيلة غير 4 انتاع الزيت لكن من المستحسن بش يجيكم هالشيش ديروا كيلة انتاع الزيت عندي ملعقة صغيرة تاع الملح ونجيب المكساق التاعي ونبدأ نطلح في هذا الخالط حتى نشكل على كريمة ولا يعني كريمة شبه للمايونيز كيفاش رح تشكل معاكم هذي الكريمة لانه اللامغارين كانت سخونة مع ضفنالها يعني الزيت مع الماء الظهر اللي كان بارد مثل لاجا يعني حتى تحصلوا على هذا القوام هذا هو السر الاول باش تجيكم العاجينة هيلة وباش مطحي لكمش يعني في الكوشو ما يخسرش الشكل انتاع المقراطة تتحكم ايضا السر الاخر هو لافاغين رح نضيفه 2 كيلات تنتاع الفارينة نفس الكيلة اللي بنتقدروا يعني تعبروه بكيلة صغيرة اصغر من هذي لابوات تنتاع المارغانين هذي هي هنا يستعملت 2 كيلات تنتاع الفارينة ومن بعدها يعني العاجين انتاعي رح نبقى نطم فيها ولا ننشف فيها بسميد يعني المتوسط الخاص بالمقراط بالنسبة للنوعية اللي انا نستعملها هي عمر ولا يعني النوعية الاخرى لابوات تتحى زرقة انسيت الاسم تتحى نورمال مومولا هذو هما الانواع يعني تعسميد اللي انا نستعملهم لانه ليزوت خ موديل ما يعجبونيش ولا لانه هذا المقراطة تعنا حيجينا اصفر يعني بنوعية عمر ولا بنوعية انتاع مولا هذو هما يعني اللي مال فانايا نخدم بيهم مع لباش اذا كان انواع اخرى احسن من هذو الانواع اللي قتلكم عليهم اذا هذي هي بالنسبة يعني اللي قونتيتي اللي مديتها لكم تديلكم كيلو انتاع اسميد متوسط كيلو سوا سوا هذي هي اللي بنات بنسبة للحشو انا استعملت يعني اتمر وخلطلو شوية تعمل مكسرات فقط لانكها تقدروا تستعملوا مكسرات وحدها يعني لوز ولا كوكا وش متوفر عندكم ولا تقدروا تستعملوا الغرس هذا هو الطابع اللي راح نستعملو يعني دار الضجة راهو ما زال داير الضجة هاي اللي انه شكلتاعه بزاف بزاف شباب ومام يعني يكون الشكلتاعه متوسط للحبات التحكم كيلو راح يجو كيف كيف وشكل متوسط ما شي كبيرة للحبه ما تكونش كبيرة بزاف وما تكونش صغيرة بزاف اذا اللي بنسبة لابول انتاع الغرس حوالي كنز جرام يعني 15 جرام وبالنسبة يعني للعاجينة حوالي يعني حوالي 25 جرام لانك احنا يعني على حساب المول اللي عندكم وتقدروا يعني هكا يتعبروا كما انا يدرت مع اللول وتنقصوا العاجينة وهذك هي يعينكم ميزانكم اذا تكفيكم على قيس الطابع ولا لا لا يعني تقدروا تنقصوا مينا العاجينة وتطبعوا بشكل عادي بالنسبة لابولات للمول هكا باش تخرج لكم الحبه فاسين مو معلكم غير ترشوها بشوية انتاع لافاغين وتنحيو الزائد انتاع لافاغين يعني تخبطوها لحاجة تنحو هذك الزائد انتاع لافاغين ما تخليوش ومن بعدها يعني تطبعوا عادي وتخبطوه على الفلوند وتخبطوها راح يتنحو معاكم بكل سهولة يعني هذا الطابع يساعد بزاف وما يعني ماشي كما نقولو time consuming يعني ما يديش وقت بزاف ليه ليه تكملو الحبات هذي هي الحبان تاعنا لبنات ونزيدو يعني حتى نكملو كامل يعني العجينة هنية هذي ما شاء الله قطعت لي كونتيتي بزاف بزاف كبيرة المول الدوزيام اللي انا استعملته كان شوية كبير هذا هي المول المتوسط يعني اذا استعملته هذا المول تاع القلبة هيقطع لكم كمية ما شاء الله تروح حتى الخمسة وستين حبة ولا هذي الكونتيتي اللي طيتها لكم ولا المقادير اللي مديتهم لكم تقطع لكم حتى خمسة وستين حبة تاع المقروضة دونك انا يقسمت العجينة يعني النص درتو على شكل قلب يعني ما زال يستخدم يعني المقروضة بخيستيج مشهور انه يجيب هذا الطابع فالبنات نشكل كوران نحط فيها الحشوة تاعي ومن بعد ندخلها في المول نحاول نضغط جيدا باش يخرجوا لي كامل هذوك اللي تخاصن تاع الطابع ونبدأ هكيا نخرج بكل سهولة وحتنا حاكم بكل سهولة هذي هي نصدفهم قدام بعض والفرن التاعيره هو يسخن يعني على 180 درجة لازم الفرن التحكم يكون مسخن مسبقا هكيا باش كما نقول احنا يا المقروضة تحكم ما يقرسلكمش في الفرن لازم لازم يكون ساخن جيدا على 180 درجة نحطه يعني ياخذ لنا لون مصفر هذيك هي مع العسل يعني مع اللون تاع العسل راح يجيكم لون بزاف شباب رايح في الذهب يعني ويجي محمر ويجي ما شاء الله المقروض طيبوه من الفوق ومن تحت الدفعة واحدة كباش ياخذ لنا لون موحد ويكون لنا لون موحد ماشي تكون جيها طيبة وجيها ماشي طيبة هذي هي لبنات بالنسبة للشكل الثاني يعني زي انتو بشوية البستاش مع لافلغ الغوز جا شكل بزاف شباب بزاف بخيستيج نتمنى لبنات الوصفة تعليم تكون نالت اعجبكم ما تنساوش اذا جربتوا الوصفة تخلوا لي رأيكم في التعليقات وتعليقاتكم المشجعة وما تنساوش ايضا الجيم واللي ما زال مشتركش بالقناة معلي غير يشترك ويفعل الجرس هكا باش يوصلكم كل جديد الوصفات ابقوا على خير تهلا وفير وحتيكم نتلقوا الى موعد مقبل ان شاء الله والسلام